فرأت بعض البنوك المركزية حتى في أوروبا وبلدان بريكس والصين إلى آخره أنها لازم تتماشى هذا التطور هذا وتصدر العملة الرقمية تعالبلد السيادية بطريقة إلكترونية فيها أسئلة كثيرة لماذا زالهم الاقتصاديين والمؤسسات يعني يشوفوا فيها لأنه في كل تحول كان فيه كما يقولوا في البنك ريزك أند أبورتينيتي فيه ريزك بس فيه أبورتينيتي لأنه رح يفتح لك الشمولية المالية لأكثر ناس رح يعني بتليفون رح الناس تكون عندها تقدر تتعامل بالمال إلى آخره رح يساعد في البنكاريزاتيون تعال كثير من الدول الدول النامية خصيصا ولكن في نفس الوقت فيه أسئلة على مدى أمن هذا النقد هذا الجديد فالبنك المركزي كنت سمعت تصريحات تعالي الوزير المالية تكلم على الابورتينيتي يعني البنك المركزي كي يعمل هكذا رح يسرع في الاقتصاد الرقمي في البايمون إلى آخره تكون إجراءات آمنة تكون إجراءات آمنة أكثر لكن فيه شروط في هذه الإجراءات لأنه رح نتكلم عليها من بعد نظن وش رح عندنا اليوم والقانون رح يتكمل رح ينص على حواج اللي رح يكملوا كما راهم كما كنا ما خذيناش العبر من 2015 و2016 وحنا جيو مونيتيك رح مازالوا فرحنا بنفس الميكانيزمات رح نمشو لحاجة جديدة أكثر اللي فيها أكثر صعوبات وأكثر يعني تشالينجز